نشوف برضو عدد من السادة النواب كلامهم معانا ومع حضراتكم معانا دلوقتي سيد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب برحب أحدك معانا يا سيد النائب منورنا ومشرفنا أهلا وسهلا زي حضرتك يا فاند الحمد لله أنا أحب بس اتصلت بيكم لإني سعيد ببدايتكم لبداية البرنامج وحقيقة يعني واجب علينا أن احنا نشجع يعني مثل هذه البرامج الهادفة وأنا أشكر حضرتك وأشكر برضو الأستاذ أبو بكر لأن حقيقة يعني أستاذ خالد أبو بكر من الشخصيات برضو المحترمة والمقدرة لدينا وإحنا محتاجين حقيقة واسمحوا لي أن احنا محتاجين خلال الفترة القادمة إلى توضيح الرؤى للناس والشعب ويكون الحجم الجهد اللي بيبزل برضو ينزل للناس كذلك أنا على المستوى الشخصي كنائب وكوكيل المجلس دائما وأبدا يمكن بستعين في طوال حياتي البرلمانية بالإعلام الهادف وحتى النهض المحترم اللي هو إحنا بيساعدنا في استكشاف بعض الأمور وبعض القصور ومش عيب أن الواحد أن هو يظل يتعلم مدى حياته وأنا حقيقة بنتهز هذه الفرصة بهنيكم وبهني البرنامج وأعزنا قناة الحياة بهذا البرنامج وبشخصيات من أمثلكم إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق كل هذا بيصب في صالح الوطن وفي خدمة الوطن وإحنا محتاجين الفترة الحالية والقادمة إن شاء الله وخاصة المصر بتضع أولى خطواتها لبناء الدولة المصرية الحديثة بمعناها الشامل وليس بالشعرات ولكن بفعال اللي هي بتسبق الأخوال تمام سيد الدائب أنا أولا بحقيك وبشكرك على هذه الكلمات الراقية ويعني من يعلم منكم السيد الشريف يعلم أن أمامه مسؤولية أمام دائرته وعائلته الأول لأن هي دي المسؤولية الأولى ونحن نعلم من أين آتها لكن كمان اسمح لي أن أنا أقول لحضرتك أنه طموحنا في البرلمان كبير قوي فأرجو أن يتقبل البعض أن يكون هذا الطموح بينتج عنه بعض الطلبات كذلك أرجو أن يكون هناك دعم بالمعلومات اللي ممكن تكون غيبة عن الرأي العام ويكون دور الإعلام أنه هو يكون الوسيط ما بين البرلمان وما بين المواطن حقيقة أنا أحب أن أوضح لحضراتكم وأحب أن أوضح للسادة المشاهدين البرلمان منفتح تماما وإحنا حقيقة خلال الفترة الحالية والقادمة بإذن الله تعالى تعاون كامل لجميع إحنا لا يوجد حاجات نخفيها أبدا ولكن هناك جهد بيبذل لازم نوضحه للناس وخاصة الفترة دي بالذات النقران الزات وأيضا عودة الأخلاق الحميدة والأخلاق التي نردين عليها وزي ما قلت أن حودة الأسر الطيبة والناس اللي هي كذلك النماذج المحترمة وأنا أوصيكم حقيقة وأنا عارف تماما قدركم ووضعكم في هذا البرنامج أنا أوصيكم وإن إحنا نبرز النماذج الناجحة والحاجات اللي هي بيتم الإنجازها فيها على أرض الواقع إحنا محتاجين طاقة إيجابية بالضبط بالضبط سيدة لبنة اسمحيني والزميل والأخ العزيز الأستاذ خالد إحنا برضو أنا من خلالكم اسمحوا لي وأنا من قلب محب لهذا الوطن أوجه للأخواننا اللي هم اللي بيتولوا الدراما وأيضا تحكيه وعقل وثقافة المواطن أرجوهم أن هم يدون النماذج الوطنية الرائعة ونبعد نفسنا عن الخلل الاجتماعي والبعض الأمور صحيح هي بتسيء إلى الصورة الشخصية والشخصية المصرية الحقيقية بأخلاقها وبأدبها وإحنا الحمد لله لدينا نماذج عظيمة جدا سواء اللي هي انتخلت إلى رحمة الله أو الحالية أيضا نماذج على الفلاح البسيط العامل البسيط أيضا الدكتور العائل الطبيب الأمثلة كثيرة سيد النائب وأنا واسخ تماما إن شاء الله وأنا بكرر تهنيتي لكم نشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله سيد النائب سيد شريف نائب رئيس مجلس النواب بنحقي حدثة ونشكرك شكرا جزيلا